كي يخرج من كلامهم قول كفري مثلا والعياد بله وش يحق لنا نحن العوام أننا نكفرهم ونقول مثلا هدف لنا دك أنت كافر جميل أحسنت هذا عندنا واحد الأصل في الشرع أن من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج من الإسلام إلا بيقين يعني لما كانت تكلموا كانت تكلموا نحن على المسلم واحد يشهدوا أن لا إلا الله محضر بمعنى مسلم ثبت إسلامه عندنا بيقين ما تكلموا نحن على من كان أصله كافرا هذا لا يحتاج إلى أن يكفر هو كافر وش واحد هو كافر لا يشهد الله أنه محضر صلى الله عليه وسلم يحتاجون كفره وهو كافر أصالة إذن كلامنا على من ثبت إسلامه بيقين هذا لا يخرج من الإسلام إلا بيقين كيف متبت عندنا إسلامه بيقين ما يخرج منه إلا بالقطة طيب هذا كان كذلك فعندنا أصل نحن أهل السنة مأخذ من الكتاب السنة اللي هو أنه ليس كل من وقع في الكفر كان كافرا مش أي واحد وقع في الكفر بقول أو بفعل بعمل ينطبق الكفر عليه يقع عليه الكفر بحيث نصفه بأنه كافر بعينه نعم ممكن جون قوله كفر فعله كفر كنقول القول اللي قال فلان ذيك المقالة مقالة كفرية الكلام دياله كفر الفعل دياله كفر ولكن لا يلزم من ذلك يقع الكفر عليه بعينه ليس كل من قال الكفر كافرا ليس كل من فعل الكفر كافرا ليه؟ لأنه جاهل بأن ذلك المقالة كفرية أو جاهل بأن ذلك الفعل كفري فيعذره بجاهله ممكن يكون المانع من التكفير هو التأويل تأويل بمعنى ذلك ليس جاهل لكنه متأول بالنسبة له هو ذلك العبارة جائزة ولذلك الفعل جائز لبعض الشبه عنده تأويل كي يكون الإنسان عنده بعض الشبه كي يستدلع القول دياله للفعل دياله وبعض الأدلة يراها هو أدلة وهي ليست كذلك في حقيقة الأمر فيسمى عند العلماء متأولا بمعنى عنده واحد الوجه ديال التأول واحد المسوغ هو اللي يخلاه يقول ذلك القول اللي يفعل ذلك الفعل فيعتبرونه متأولا هذا كيقصده بالمتأول الذي لم تقم عليه الحجة واحد قال كفرا أو فعل كفرا وما زال العلماء ما بينوش لي أما من اللي كيبينو للعلماء وكيقيمو علي الحجة وكييفهمها حينئذ يزول المانع ديال التأويل بحل الجاهل توا من اللي كيعرف يزول المانع اللي هو الجاهل قد يكون المانع من تكفيره الإكراه قد يكونوا مكرها ربنا يقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر فعليهم غضب من الله فإذن قد يكون المانع هو الإكراه أن هذا الشخص كان مكرها لما قال كلمة الكفر أو فعل فعل الكفر فلا ينطبق على حد لإكراهه وغير ذلك من الموانع المذكورة في محلها فالمقصود أنه ليس كل موقع في الكفر كان كافرا وعندنا نمادج من الشرع عند أمثلة وأدلة من الشرع تدل على هذا والإكراه ذكرنا الدليل دياله من الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر كما في الصحيح أن رجلا كان في صحراء فضلت راحلته فبحث عنها فأيس من وجودها أيس من البحث عنها في صحراء ليس فيها وحش يسير ولا طير يطير ليس فيها ماء ولا طعام صحراء رمضاء فلما أيس من البحث عنها جاء إلى ظل شجرة وحش الشجرة وقال استحتدل تلك الشجرة ينتظر الموت لأنه أيس من العيش بعيد عن القرى وعن المدن لا سبيل لبلوغه في سفره إلا الراحل الراحل الذي له عليها طعامه وشرابه فيها واز طعام الشراب فجاء تحت ظل شجرة وجلس فذهبت عينه هنيهة فلما استيقاه وجد راحلته أمامه وقد رجعت فأمسك بخطامها بالحبل ديالها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح الكلام الذي قاله كفري اللهم أنت عبدي وأنا ربك هذا كفر لكن الشخص ليس بكافر لماذا؟ لأنه لم يتعمد ذلك غير قاصد ودتو من الموانع عدم العمد عدم القصد عدم النية واضح؟ يكون إنسان مخطئاً يسبق لسانه إلى شيء لم يريده فهذا لا يعتبر كافراً قال عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة فالأدلة في الباب كثرة فالمقصود أنه مشئي وحد قال قول كفري ولا فعل فعل كفري نكفره بعينه كنقول القول كفر الفعل كفر لكن تكفر بالعين لا يجوز وهذه المسألة أي واحد مسألة مهمة لي هي من لي توفر الشروط وانتفى الموانع؟ هذا هو الأمر مهم لي من يحكم بتوفر الشروط وانتفى الموانع؟ ليس أي واحد ليس أي واحد من عامة الناس لم يقرأ ولم يدرس وليس مؤهلاً يجو يقول فلان قد توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع وبالتالي فهو كافر لذا لا يجوز هذا باب صعب جداً باب تكفير الأعيان هذا لا يكون إلا للعالم المؤهل إلا الإنسان المؤهل إما عالماً أو غيره لكن يكون مؤهلاً للنظر في الشروط وانتفى الموانع أما عامة الناس فيجيب عليهم الورع عن وصف الناس أفراد الناس وأعيان الناس بالكفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحذرنا من هذا من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه فالإنسان لا يغامرش بدينه ويصف بالكفر الأعيان الأشخاص وإنما يترك ذلك لأهل العلم فمن يتكلمه هذا العلم ويقول هذا فلان توفر الشرط فلان يقلد العلماء ويقول آه فلان كافر لأن هذا يسمى اجتهاداً في تحقيق المناط وهو أصعب ضروب ومراتب الاجتهاد أصعب ضروب ومراتب الاجتهاد هو الاجتهاد في تحقيق المناط أي في تنزيل الحكم الكلي على الجزئي هذا لا يكون إلا لأهل العلم لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد